موسيقى السلام عليكم و انا اشترك معكم علي و النونش النهاردة نعمل تحديث لسوق العملات الرقمية و نشوف ايه الممكن يحصل في الساعات القادمة لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة فعل الجرز اشترك يوصل لكم دلوقتي دام احنا شوفنا النهاردة ان في وقت الظاهرة احنا لمسنا خط مهم جدا و كان متوقع لكن الحقيقة حصل بسرعة كبيرة وهو خط دعم 18685 اللي حصل ان احنا عندنا خط الدعم الاساسي ان هو 18000 تقريبا وللاسف بقى فترة عملين ننزل عنه ولكن النهاردة بعد الدمب عمل حركة يوزبية و ان كانت مش قوية ولكنها عملت الناس اللي هون من طريقين القناة حيشوفوا ان احنا كنا عملين خط خط دعم مائل فاخدين او كده ورغولك احنا قلنا خلينا اخفيلك الحاجات دي السنة واحدة احنا قلنا ان اذا خط دعم مائل يحترم فاللي حصل ان هو كان واقف عنده وبعدين هبط عنه الى خط الدعم اللي انت شايفه دوت تمام؟ وبعدين بدأ ان هو يتحرم طيب الصور على سخطي تبقى هي الظهر قدامك على قد ما نقدر احاول ابيينه لك ان احنا داخل مسلثين كنا داخلين في مسلث من فوق احاول ابيينه لك اظن ان هو كده واضح تمام؟ مسلث من فوق وبعدين اللي حصل ان المسلث ده لو انت بسط له كده على الشماعات اليومية ان تنظهر معك بشكل احسن فكان هنا قمة وبعدين نزل للقاع وبعدين طلع القمة وبعدين بدأ ان هو يتحرك حركات عرضية عبها الحركات ان هي من الممكن ان هي تعمل حجم اثنين اما ان هي مثل هنا مثلا كده وعلي كده تنطلق عنها فهو برضو قاعد هنا في منطقة لو انت لحظتها بدأت ان هي تصغر وداخل المنطقة فهو برضو قاعد فهو برضو قاعد ودخلنا في واحد تاني حركة عرضية وبعدين دخلنا في المسلث تحت فبقت هنا ممكن نقول كده ولكن دائما بيرجع مرة تانية داخل المسلث الجديد طيب ماذا يحدث المشكلة ان احنا في اخر حاجة من اثنين حتى حصل اما ان احنا ننطلق ومن كنت انا اظن ان احنا ننطلق بالانفلاق اللي احنا متخيلينه هيبقى حاجة بسيطة ممكن لغاية مثلا من مشتوى 22800 وبعدين نرجع نهبط سويا ونعبط في الحتة دي فترة تمام واما ان احنا نهبط لمنطقة ربما الى ادنى من ذلك لو انت شايف ان الاحتمالات ديت ضعيفة هو يمكن ان انت تشايفها انها احتمالات ضعيفة ولكن احنا نرجع للصفحة بتاعت البتكون هنا في حاجتين اريد ان نبيعك علي لو انت حابب ان انت تشوف السوكت بصورة احسن لو انت بسيط على الاسبوع هتلاقي ان الوضع سيء جدا الوضع سيء مترجع لا تتخيل هذا وخصوصا لما تعرف ان احنا تحت خط 200 بمعنى ان اغلب المشتسميرين لما بيبقوا تحت خط 200 الحقيقة بيبقى عن السوك و بياخدوا هدنة طيب الحاجة التانية لو انت بصت في الشهري الشهري احنا تحت خط 50 انت متخيل خط 50 انت تنزل تحت وهو كارسل واحدة بجد كارسل واحدة الهيشتري بتاع البيتكون اتمنى انه يظهر معنا كل ده من 2014 كان فيه له كبير وبعدين تحرق عنه وبعدين الوضع اللي معظمكم حضروا اللي هو بتاع سنة كام يا جماعة اللي هو بتاع سنة 2017 و 2018 وبعدين هبط ملمسوش انت متخيل لم يلمس خط 50 و ما اللي حصل هنا 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 و ما اللي حصل هنا بشامعة خمس تصهر تحت خط 50 داخلين في 6 شهور و عشان خاطر ان احنا نتحرك احنا عايزين مواجزة انت فاهم ايه اللي بيحصل هنا اظن كده انت فاهمني كويس جدا و فاهم انو اصدقين فخط 50 في الشامعات الشهرية خطورة كبيرة جدا و يمكن ما نقدرش نطلع من الغمال المتحركة اللي احنا وقعنا فيه هدية لفترة زمانية طويلة فالأ ناس كتيرة الآن ناس كتيرة مستعرفة تحط فتوس من الممكن احنا نلاقي 14000 من الممكن احنا ننزل ل 10500 احتمالات 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 والحقيقة محدث يقدر يعرف فين البطن بتاع السوق الى الان بشكل كبير ولكن نتمنى ان احنا ان يتبعه فكرة ايه النسبة ان الشامعات الشهرية بدأت ان هي تضعف تزرى 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 ان نجد ان شاء الله ان اعكاس هنا ونجد صعود نتمنى في الشهر نوفمبر ديسمبر ان احنا نشوف سماعات ام ازغر واتمنى بشراحة تقربنا نشوف سماعات خضراء حتى لو كانت صغيرة وتكون ايجابية وتتحرق ببطء يعمل التسلل كان يعملوا البيتكوين مثل سماعات صغيرة صغيرة بعدين يبدأ يتحرق سماعات صغيرة وبعدين يبدأ ينطلق أتمنى ذلك لان فعلا السوق محتاج ان هو يتحرق البيتكوين يحتل معظم السوق وتخيل باقي العملات الرقمية ستبقى عاملة اجابة اتمنى لكم بردحة والتوفيق شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر